السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمي سبيديان أنا طالبة من دار السلام أريد أن أقرأ أحديث بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع ميت الثلاثة أهله وعمله ومانه يتبع ميت الثلاثة يتبع ميت الثلاثة يتبع ميت الثلاثة وميت الثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم there are three things that will follow the disease to its grave its family, its wealth and its deeds two of them will return while the mom will remain with him the one that will return will be his family and its wealth while the one that will remain with him will be its deeds السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى 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 موسيقى